علقت الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت مقررة للاحتلال الإسرائيلي وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها واشنطن هذه اللغة ما يعكس التساعة هوة الخلاف بين الحليفين ومن جانبه اعتبر زعيم المعرضة الإسرائيلية يائر لابيد أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف إمدادات الأسلحة يرجع لفشل حكومة نيتانياهو تتسع فجوة الخلاف يوما بعد يوم بين واشنطن وحليفتها الأقرب ففي تغير مفاجئ ولأول مرة هددت واشنطن والتي كانت ولا تزال الداعمة الأكبر لإسرائيل هددت حكومة الاحتلال بتعليق شحنات أسلحة في حال إسرار بن يمين نيتانياهو على إصدار قرار بتنفيذ اكتياح بري في مدينة رفح الفلسطينية الرئيس الأمريكي جو بايدن ولأول مرة أعلن رفضه تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها في هجوم شامل على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزح من ضربات القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات من تصريح مماثل لوزير دفاعه لويد أوستن في جلسة استماع أمام الكونغرس إذا اكتاحت إسرائيل رفح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشاكل مع مصر التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وقد أوضحت لنتانياهو ومجلس الحرب أنه لن يحصل على دعمنا إذا اكتاح المناطق السكنية في رفح الفلسطينية ورغم تقليل نتانياهو لردة فعله حيال تعليق صفقات السلاح إلا أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة وصف قرار واشنطن بالمخيب للأمال وأنه سيعرقل بشكل كبير قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية أما زعيم المعارضة الإسرائيلية ياير لابيد فاتهم حكومة نتانياهو بالفشل وبأنها السبب الرئيسي في تراجع العلاقات مع واشنطن